إذن ما فتأت تونس تخرج من أزمات متعددة الأوجه حتى جاءت تصريحات الرئيس قيس سعيد محذرة من وجود لبيات قال إنها تعمل على تأجيج آر الفتنة ونشر الإشاعات وبذلك يكون سعيد دخل في معركة حاسمة ضد جماعة الإخوان بشأن تورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي تزامنا مع ذلك تواصل الجهزة الأمنية والقضائية في تونس ملاحقة قيادات الإخوان المتورطة في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والفساد فيما تستعد الجهات الحكومية لفتح ملف المؤهلات العلمية المزورة التي اعتمد عليه الإخوان في نيل وظائف مهمة تساعدهم على التغلغل في مفاصل الدولة في الأثناء برزت تحديات جديدة يمكن أن تؤثر في المشهد السياسي والمصاري الانتخابي غير استفعال الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية وهي تداعيات ملفات الإيقافات والمحاكمات التي شملت عشرات السياسيين المستقيلين والحزبيين والنقابيين وعدد كبير من رجال الأعمال البارزين وكان لافتا استدعاء القضاء التونسي شخصيات سياسية من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تونس المتحالف مع الإخوان نبيل القروي وسبق ذلك اعتقال وزير الداخلية الأسبق نور الدين البحيري وصدر ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي حكم غيابي بالسجن بتهمة المساس بأمن الدولة ويرجح أن يؤدي ألبت بهذه الإشكاليات وغيرها في توضيح ملامح المشهد السياسي الجديد لتدخل تونس في سباق ضد الزمن خاصة وأن الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في أكتوبر المقبل هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ 2011 ترجمة نانسي قنقر